خليني الأول بسرعة أقول لكم على نصيحة عشان نقفل بها الكلام اللي احنا كنا بنقوله على مدار اليومين اللي فاتوا اتفاكريني أنا فتحت معاكم ملف العربيات وبيع العربيات خصوصا بعد القرار التاريخي والشجاع اللي خادوا جهاز حماية المستهلك بإلزام وكلاء السيارات وموزع السيارات وتجار السيارات وكل من يعمل في مجال بيع السيارات بوضع شهادة بيانات على بربريز العربية اللي عايزة تتباع العربيات الزيلو فيها كل البيانات وفيها السعر النهائي شامل الضريبة وشامل كل شيء وبشكل سابت وده محاربة لظاهرة الأوفر برايس أو الفلوس الزيادة اللي بتحطى على العربيات وما إلى ذلك بقى من ظهور الفواتير الأصلية بحيث ان انت تبع عارف العربية دي طلعت من الجبرج بكام وتحطى عليها فايدة كام أو الربح كام وتحطى عليها ضريبة كام فكل شيء يبقى على عينك مش يتاجر لا على عينك يا مشتري على عينك يا مشتري ولما كل حاجة تبقى على عينك يا مشتري ما يضحكش عليك النصيحة اللي أنا عايزة أفعلقكم بها القصة بقى لانه أنا بقولكم انه سوء تجارة السيارات هتشهد ضبط يحدث في رأيه لأول مرة من سنوات طويلة جدا 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 وحيمنع التلاعب اللعبة اللي كانوا بيلعبوها بقى شوية الوكلة يرمو القصة على التجار والتجار يرمو القصة على الموزعين والموزعين يرمو القصة على كذا ودوقيني يا لمونة واحنا في النهائل بنتعصر في النص احنا المستهلك او العميل او المشتري او الراغب في شراء سيارة هو كان اللامونة اللي كانت بتتعصر ما بين التجار والموزعين والوكلة كانوا بيلعبونا لعبة الايه؟ ملاش الكلب الحيران المشتري الحيران خلاص جزء كبير من ابواب التلاعب اتقفل خصوصا كمان مع القرارات المهمة اللي خذها الجهاز فيما يتعلق به وصولات الحجز بنت تروح ترمي 10.000 جنيه ولا 50.000 جنيه وتاخد وصل حجز وبعدين الوكيل او الموزع يقعد يلعب بيك بقى ويقولك هتسلم بعد 6 شهر بس السعر بعد 6 شهر حيبقى مطملكش امتى وممكن لو ما استلمتش بعد 6 شهر وما فيش عربيات هرجعلك فلوسك ويمكن كمان بالقصد كل الكلام ده خلاص اصبح في حكم الماضي واصلك ايصال شراء قسيمة شراء عقد اتفاق بينك وبين البايع هتحط فيه التاريخ اللي هتستلم في العربية ولو ما سلمكش العربية في يومها تاخد فلوسها كاش وعليها فوائد التأخير احنا بنتكلم على منظومة جديدة في سوق تجارة السعر طيب ايه الجديد انا بقول لكم النهاردة بس انه بناءا على الاستقصاء والتحري اللي انا عملته خلال 48 ساعة اللي فاته ما بين كل مصادر المتعلقة بهذه القصة الكل اجمع على انه الصبر مفتاح الفرج يعني ايه يعني القرارات الجديدة اللي اتخذت من 48 ساعة دي هتحتاج كم يوم او كم اسبوع لحد ما تنطبق وتتنفذ وما يبقاش فيها تلاعب وتبقى على الكل ويبان تأثيرها رقم اتنين الشح او القصور شوية في عدد السيارات المعروضة في السوق المصري خلال الفترة اللي فاتت هيفك خلال بداية سنة 2022 على نهاية يناير كده الدنيا هتفك وحيبقى فيه وفر كنا من جبناه بنين جبناه من مصادر لنا هنا في وكلاء السيارات اللي عاملين طلبات شحنات كثيرة جدا بالاضافة الى مصادرنا برا ان العربية دلوقتي الشركات المصنعة بتطلع كميات موجودة في اوروبا بشكل كبير وهتبتدت تشحن على مصر خلال الفترة اللي جاية وبأعداد وفيرة ده معناه انه على يناير او بالكتير فبرار اللي جاي مش هيبقى فيه شورتج مش هيبقى فيه تقصور مش هيبقى فيه عدد عربيات محدود فيبطلب عليها عالي فيبقى فيه نوع من انواع الاحتكار او النضرة هيبقى فيه وفرة وحضرك تروح تنقل اللي انت عاوزه باللون اللي انت عاوزه بالاوبشنز اللي انت عايزها بالسعر السابت في ورقة البيانات بدون اوفر برايس عشان كده ما تساعدوش الناس على ان هم يضغطوا عليكم من خلال اقبالكو خلال الايام اللي جاية او الاسابع اللي جاية اللي يقدر يهدى كم اسبوع هو المستفيد هو المستفيد لانه هيشتري العربية اللي هو عايزها باللون اللي هو عاوزه بالسعر العادل اسمه الفير برايس بتاع العربية وحيفيد ضبط السوق كله لانه اقبال الناس بغشومية هيخلي قرار تأثيره ياخد وقت اطول خلاص فالهدوء والصبر مفتاح الفرج والعربية ان شاء الله جاية جاية بس اصبر عليها علشان لما تيجي تبقى عروسة حلوة كده وتبقى ما تدحكش عليك في تمنها اشتركوا في القناة